سيطرت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي على مواقع جديدة في مديرية حرد بمحافظة حجة شمال غربي البلاد وذكر مصدر عسكريون يمني مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية حرد وقدت إلى سقوط 13 قتيلا من الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها وأكد المصدر أن المعاركة ما زالت مستمرة وسط تقدم قوات الجيش ترجمة نانسي قنقر